أنت بدأت المحاضرة أو بدأت التقديم بتاعك دكتور عاصم بمصر من 800 سنة الدلتا مش كده مدن الدلتا مدن الدلتا قلت دي المنصورة يعني بتحصر ده يعني مش كده لكن عايز أقول لكم ده كان ايه برضو عشان ده مهم وبقول ده عشان كل اللي بيسمحون ايه لما بنقول لكم إن النمو السكاني حياكل البلد دي إحنا ما بنخوفكمش وبنقول الكلام ده لكل المؤسسات اللي موجودة في الدولة بما فيها المؤسسات الدينية بما فيها ايه مؤسسات الدينية هل يرد ربنا إن اللي إحنا كنا فيه من 100 سنة مش كده يا دكتور عاصم تمام فمت أول لوحة أول لوحة يرد ربنا إن إحنا كنا من 100 سنة نبقى كده وبعد ما الدنيا كلها تقدمت زي ما إحنا نبقى كده باللي إحنا فيه دلوقتي أنا جاي وشايف كل خلي 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 آه لا 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 من فضلك أيوة دي يعني هل ده اللي كان يكون موجود مثلا من 800 سنة فين في المنصورة دي 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 دتنطة بعد زي ما يعني أقصد أقول طب هات المنصورة اللي قبل منها ها لا مش هيدي برده ولا أنا مشوك دي المنصورة دي المنصورة هل دي المنصورة من 100 سنة وده المنصورة دلوقتي لأ هات المنصورة الجد بقى اللي بقى واللي تحت دي المنصورة دي طنطة دي المنصورة دي شربين أيب انتو يقولك احنا دكتور الرئيس يعني ما يصعبش علينا يا دكتور عصر يصعب لنا ما يصعبش علينا ان احنا نبقى من ده من مئة سنة نبقى اللي انتم شايفينه بعد كده دلوقتي طيب نرجع لنقطة مهمة انا عايز اقولها اللي هو فين حالت الدولة فين ايه فين حالت الدولة ده حتى لو كان عمران يعني لكن ده غياب للدولة غياب ايه يا دكتور دولة مش حضرة دولة ايه هات اللي بعدها بقى اللي بعدها خالص هات دي ايه دولة مش موجودة دولة ايه وبقى تصور ان يا جماعة احنا محتاجين نعرف كويس قوي ليه احنا بقينا كده عشان ما تتهمش الدولة وتقول الدولة فين لا ده احنا كلنا مع بعض دي بلدنا ونخلي بلدنا منها وزي ما دكتور عاصم بيقوله اذا كان حيبقى نصيب الفرد قراته نص طب ما هو ايام محمد علي كان نصيب الفرد على الاقل فدان انا بقول كلام ما اقول فدان يعني لو كنا اربعة مليون ساعتها ولا اكتر اربعة مليون كان عندنا اكتر من اربعة مليون فدان مزروعين يبقى كل فدان يقدر يصرف على فحالة الغنى اتحولت لحالة ايه دكتور عاصم فقر يعني عوز وانت تقول طب البلد سيبانة ليه البلد سيبانة ليه وانا مش بتكلم النهاردة النهاردة يوم جميل قوي النهاردة يوم ايه بس احنا مش عيب ان احنا بنتكلم على ايامنا الجميلة ان احنا نذكر بعضنا بالان احنا بنتكلم فيه ده وبقول الكلام ده المؤسسات الدولة كلها سواء كان وزارة الصحة هو منظمات المجتمع المدني او المؤسسات الدينية يا جماعة بصوا كده ده يرضي ربنا طيب في حد ورا مني يعني متدين هي دي الامة اللي كالشامة دي الامة اللي كالشامة عارفين التعبير ده ايه؟ ده حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم امة شامة شام يعني ايه؟ علامة الامة دي علامة في الكلام في السلوك في القيم في القدرة شامة في كل حاجة شاطرين في كل حاجة بارزين مش كده؟ هو ده كده؟ طب هل المطلوب؟ عشان بس محدش يقول ان الموضوع اسقاط على دين فاهمنا لديننا لا لا امقصدش بس عايز اقول اذا ما كنتش مؤسسات الدولة بالكامل تبقى معانا مش معانا احنا مش معاي انا مش معا دكتور منصفة مش معا الوزارة لان احنا مش زي ما قلنا قبل كده احنا مش نصين احنا مش في جنب ده احنا واحد ده امصيب انا واحد تصورت ان انا انا جنب الناحية التانية وانت هنا احنا مع بعض كلنا ودبلادنا كلنا لنا فيها زي بعض وعلينا فيها زي بعض وبقول لكم تاني الكلام اللي قاله الدكتور عاصم لو نزل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصان وشاف حجم المباني اللي معمولة أنا كلامت دي الموضوع دي كلمت فيها قبل كده وقلت يا جماعة امشوا على الدائرة وشوفوا العمرات اللي موجودة يا دكتور عاصم ده مش معقول يكون حد عايش فيها يعني يعني مش معقول يعني فانت شوفوا حجم المباني اللي موجودة دي أكبر من الطلب اللي موجود في السوق وإيه اللي خلت نسرع ستعادل فيها فيها دور ولا اتنين سكنين والباقي ما سكنش وكتير معمول كده ده الكلمة قيمة زائفة اللي حضرتك حطيتها دي ده تعبير حقيقي إحساس بالغنى الزائف إنك انت عندك عمرة عشرة دوار تمانها اتنين تلاتة مليون جنيه مش كده هو ده الفكرة صحيح لا والله مش حقيق أنت كان الفاق لما أخذت لو كنت باني على إراطين الإراطين دولة لو كنت شغلتوهم وحفظت عليهم كنت حاجي لك عوائد حقيقية أكتر من اللي أنت مستنيه إنه هو إنك تعيش مع وهم إن أنا عندي مباني كده طبعا جوة الكتلة السكانية ديت اللي هي زي في الشمال آه في ناس كتير جدا بتبني وبتبني عشان خاطر أبناءها يعني اللي موجودين عايزين أني أعيشوهم معا خلاصة الكلام اللي أنا عايزة أقوله هنا اللي إحنا بنعمله بالمدن ديت هي عبارة عن هي مش مش شكل لا ده عبارة عن مجموعة أهداف بتتحقق ويمكن الدكتور عاصم بيقول لكم إن اللي هو المنطقة الخلفية والخلفية اللي أنا أقصدها عشان بس ما حدش يتصور إن لأن إحنا قلنا إن لا اعتداء على الأراضي الزراعية في الظاهير للمدينة ديت مش كده دكتور عاصم لكن إحنا نتكلم في بين الطريق والترعة والترعة في منطقة لوجستية دي منطقة لوجستية أنا عايزة أقوله دي منطقة عشان نوجد عمل للناس تاني بقول لكم لو فضل نمونا السكاني بالطريقة ديت ما حدش هيقدر يحل المسألة ولا أنا ما حدش هيقدر وخلاص قرده ما تقولوش يعني أنا ما افتكرش حد هيقدر يعمل أكتر من اللي إحنا بنعمله والله ما حد هيقدر يعمل أكتر من اللي إحنا بنعمله إلا إحنا بنعمل أكتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر